اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة ان مملكة البحرين وضمن خططها واستراتيجياتها المتعلقة بالتنمية الزراعية وتحقيق الامن الغذائي ماضية في تعزيز التعاون وترسيخ الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يحقق الاهداف التنموية المنشودة جاء ذلك خلال رأس سعادته وفد مملكة البحرين في اجتماع الوزراء المعنيين بالبلديات والزراعة بدول مجلس التعاون والذي احتضنته العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة واضح وزير شؤون البلديات والزراعة ان الاجتماع بحث عددا من المواضيع الهامة والتي تشكل مرتكازات رئيسية نحو تحقيق التكامل الخليجي المتعلق بالامن الغذائي والثروة الحيوانية والبحرية وشدد سعادة الوزير على ان دول مجلس التعاون تمتلك الكثير من المعرفة والخبرة في تنفيذ المبادرات النوعية في قطاعات الزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية مؤكدا ان مملكة البحرين تدعم كل مخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي ايمانا منها باهمية العمل الخليجي المشترك ودوره الكبير في رفض العمل الزراعي ترجمة نانسي قنقر